أولا أكثر تفاصيل معنا على البلاتو سيد معز الجودي الخابير الاقتصادي مرحبا بك سي معز شكرا لك على قبول الدعوة اللي هنا في الأخبار في النسبة في كل متينا يفضلك بسرعة موديز ستاندراند بولز فيتش رايتنجز هات نزيد ومفصل مرة أخرى الناس هذو مش يعملوا هالويكالات هذو والله يضم ويكالات ترقيم عالمية موجودة لها مدة كبيرة ياسر ستاندراند بولز موجودة من القرن 19 الويكالات الأخرين تخلقون بعض لكن الويكالات هذو ما يلعبوا دور كبير ياسر في تحديد ما يعبر عنه بالريسك بي معناتها نسبة المخاطر في كل بلاد في العالم ومعنتها لتحديد طريقة تمويل البلدان في العالم معناتها كيتخرج أجونس دونوتاسيون كما فيتش ولا كما موديز ترقيم معناتها على بلاد معينة هذائي الترقيم يعطي فكرة للممولين والمستثمرين إن دراء البلاد هذيك في صحة جيدة اقتصاديا ولا لا واضح تكلمت موديز تكلمت ستاندراند بولز وتقال ما تقال عليها وتقال زادا ما تقال على الشفافية والمصدقية متاحها ستاندراند بولز وقت لخرجة التخفيض متاحها للتصنيف الانتمائي لتونس الآن تكلمت فيتش رايتنج اش تقول الويكالة هذي معززون والله هو أول حاجة راهما ذو ما كيتكلموا نحنا ما لازم نرجعوا ونفركسوا علش تكلموا ولا شنو الهدف في متاحهم نحنا في منظومة اقتصادية عالمية نحنا تونس حشنا بتمويلات خارجية وباستمارات لإعادة تنشيط الاقتصاد التونسي ولذلك هالوكالات الآن من نجموا كان ناخذوهم بعين الاعتبار لأنهم ما راجع أساسية وش قالت فيتش رايتنج؟ قالت راهوا اليوم الوضعية ولت صعبة ولت نسبة المخاطر عالية في تونس واليوم تونس وليت معنتها عندها perspective negative وطيحوا خفضوا في الترقيم هذية وقالوا وراهوا معنتها الفترة هذه الانتقالية ما هيش واضحة فيها الكثير من الضبابية فيها الكثير من عدم الرؤية فما معنتها نوع من عدم النجاعة في تسير دوليب الدولة وتسير دوليب الاقتصادية للدولة ولذلك نحنا ما عادش عنا ثقة في البلد هذه كما قبل وقررنا باش نخفضوا الترقيم بعد مراجعته وبعد مدة معنتها وقعت فيها عملية اوديت كما يقولوا تدقيق لكن feature ratings وstandard and poor وغيرهم معقول هلهم يحكي وزادة كذلك على الأوضاع السياسية هذا اعتيادي معاذ الجهودية؟ بطبيعة الحال نحنا نعرفوا أنه الاستثمار من مقومات ومن أعمدة الاستثمار الاستقرار السياسي والأمني إذا ما فماش استقرار سياسي وأمني وإذا ما فماش إطار تشريعي عام معناتها ما فماش دستور في بلاد معينة المستثمرين ما يكونوش مشجعين بشيجو البلاد هذهك ولذلك كل شيء مربوط ببعضه النجاعة الاقتصادية وحسن الحوكم الاقتصادية منجي كان بالاستقرار السياسي والأمني أي أما في الأثناء اليوم نسمعه في برشة كلام كلام بطبيعة الحال من طرف حكومي وكلام من طرف اقتصادي ولا رجال أعمال وإلا خبراء اقتصاديين وفي أغلب الأحيان فم التضارب لهنا التونسي شيقول خاتي وكالات التصنيف العالمي أحنا بناتنا بين بعضنا كنخزروا العينينا في بعضنا يظهروا لي من أول الحاجات اللي يتمنعونون نحكيهم أبعضنا الحقيقة اليوم الأرقام المؤشرات الشي تقول موالجوت والله أول حاجة نحب نقولها سلياس هو أنه رهو نحنا كخبراء اقتصادين كنعطيه رأينا رهو مش بالأحرى عن انتماءات سياسية ولا ولايات سياسية قالوها عليكم نحنا قالوها علينا وهذا مش صحيح نحنا نعطيه في وقتنا ونحنا أنا أستاذ جامعي معناته وخبير وموجود في تونس والبرة هيا وفن نشكر قالك شم دخلك لا أنا مش مدخلني خاطر فما رأي عام وفما مصلحة وطنية وفما واحد رأيي يعطيه فيه خاطر قبل زدا في عهد بن علي قالونا شم دخلكم واغزلوا شصار في الأخر ولذلك نحنا نلعب في دور إعلامي ونلعب في دور متعة توعية ونلعب في دور زدا متعة تعليم قاعدين نفسروا وقاعدين معناتها نلعب في سلطة مضادة اللي هي مهمة في البناء الديمقراطي أنا رئيس جامعية ومن مهمتي معناتها أني نلعب دوري في المجتمع المدني واضح إش تقول الأرقام وإلا إش تقول أرقامك واضح الأرقام اللي نعتمد عليها راهي هي أرقام معناتها رسمية وهي أرقام تخرج على هيكل حكومية وغيرا نعتمد في تحليلاتي على أرقام البنك المركزي التونسي اللي هو هيكل حكومي ونعتمد على أرقام المعهد الوطني للإحصاء الأرقام هذه هي ش تقول تقول راهو فما تفاقم في العجز في تونس فما عجز معناتها في الميزان التجاري اليوم بركة المعهد الوطني للإحصاء أعطانا الرقم جديد إلا 10 مليار فصل 703 معناتها زيادة بـ 3 مليار معناتها بالنسبة لعام 2011 معناتها عجز كبير ياسر في الميزان التجاري هذي الميزان التجاري هو الفرق بين الواردات والصادرات هذي في 2010 كان؟ كان قرابت معناتها فما 5 مليار 5 مليار في 2010 50% في عامين عندك معناتها في ميزان الدفوعات الجارية عندك معناتها عجز اليوم يقارب إلى 7-8% من النتج داخلي الخام اليوم عندك عجز يقلق ياسر في ميزانية الدولة اليوم يوصل إلى 6.5% وفي تشريتين قل كرهوا يمكن يوصل إلى 7.5% في آخر العام نذكروا أنه العجز اللي يجب أن نتحكم فيه في تونس هو مبينة 3 و 3.5% إذا نفوتوا إلى 4% يولي العجز يقلق ويدخلنا في متاهات متعمة ديونية ومتعمة رهونية اليوم معنا نسبة تضخم مالي بـ 5.5% اليوم معنا نقص في احتياط العملة الصعبة اليوم وصلنا إلى 91 يوم احتياط العملة الصعبة كنا 145 يوم يوم بـ 14 نجام في 2011 معانتها الأرقام هذه الكلها راهي معانتها تمس في أساسيات الاقتصاد التونسي بنك التونسي البنك المركزي يقول السيطوات هي سو كنترول سو كنترول ويقول راهي سيطوات ديفيسيل اليوم شنو الأشكال بش نختم سيلياس هو أنه دولي كونومي تونيزيان ضربوا ثم مس بالأساسيات من الاقتصاد التونسي واليوم زادة راهو يمكن فما نسبة نمو بش تكون إيجابية يمكن بش تكون ما بين 2.5 و 2.7% لكن النسبة هذه غير كافية اليوم تونس حاجتها بـ 5 إلى 6% نسبة نمو لإعادة تنشيط الاقتصاد وهنا نقوم بملاحظة صغيرة بش نختم هو أنه راهو ردوا بيننا نشوفوا في بعض أعضاء الحكومة بعض المسؤولين كل واحد يعطي في رقم على زي راسه كما يقول المصري وهذا ما هوش معقول معانت الأرقام لازم تكون موحدة وتكون سنتراليزي في هيكل وهو ليعطي الأرقام الرسمية على خطر ذاك راهو فيه ضرب لمصدقية تونس اشتركوا في القناة